الموسم الأربعة عشر عبقرة المدارس ومباراة مهمة في دور الستاشر وأفكركم بالنتيجة الخصوص الأليوبية متقدمين 135 أمجاد الدولية القاهرة 80 ودلوقتي مع آخر فقرة واللي هتحدد مين اللي حيوصل لدور التمانية فقرة عجرة الحص سؤالين لكل مدرسة وأول سؤال لمدرسة الخصوص عمر، تفضل يا عمر، عمر أيمن ونشوف عمر أيمن والسؤال الأول وموضوع السؤال إيه معلومات عمّة يا طرح السؤال بقى شون نقطة ولا بتأتي لك؟ شون تمام معلومات عمّة والسؤال هو سليمة مراد هي أول إمرأة تحصل على لقب باشا بأحدى الدول العربية، فما هي؟ كانت مطربة وتجوزت من المطرب الكبير ناظم الغزالي حصلت على اللقب من رئيس الوزراء حقول لكم اسمه بعد إجابتك سوريا؟ سوريا؟ نوري السعيد هو الذي أقدم لها اللقب السؤال اللي جاي نادا، نفضل يا نادا، نادا أحمد والسؤال الثاني، وهنشوف موضوع السؤال إيه؟ لفة كاملة يا نادا؟ معلومات عمّة، محدش أحسن من حد السؤال بعشرين نوطة ولا بتاتين نوطة؟ عشرين عشرين تمام معلومات عمّة والسؤال هو دولة في شمال إفريقيا تمتلك أكبر عدد من مواقع التراث العالمي لليونسكو حتى عام 2020 في الوطن العربي دولة في شمال إفريقيا سودان؟ يا عمر يا عمر يا عمر إيه عمر ده؟ زي؟ السودان في شمال إفريقيا؟ لا 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 إجابة خطأة طبعاً، سؤال سهل جداً يسا المغرب طبعاً إجابة صحيحة كم موقع؟ تسعة صح؟ تسعة مواقع فعلاً تسعة مواقع فعلاً التانية من؟ ماذا؟ التانية من؟ درماً مصر ستة أو سبعة مصر سبعة، التالتة هي والجزائر سبعة تونس تمانية مية خمسة وخمسين حسامة المباراة وألف أبروك التعاهل لجور التمانية تسعة مواقع فعلاً تسعة مواقع فعلاً ثلاثين علم والسؤال هو كغرافيا يقع جبل هليكون بأحدى دول جنوب شرق أوروبا فما هي؟ ماونت هليكون ارتفاعه ألف سبعمائة وخمسين متر كان من الجبال المقدسة قديماً محاط بالغابات البكر ومشهور بالمناظر الطبيعية الجميلة ياسا إجابتك يونال قال يونال أنت مش مقتنع إجابة صعيحة بص انت يعني فكرت الاجابة مش عندك ولكن فكرت ولما فكرت جاوبت صح برافو عليك 185 الخصوص 80 أمجاد سلمة تفضليها سلمة سلمة الألفي السؤال الأخير وعنشوف موضوع السؤال إيه كدرات زينية كويس السؤال بـ 20 نوطة ولا 30 نوطة 30 نوطة على البازل كدرات زينية والسؤال هو حل مسألة الآتية 16 في 50 على 5 زائد 169 يسوي كاما؟ 16 في 50 على 5 زائد 169 يسوي كاما؟ يوسف 329 طبعاً 329 يا يوسف إجابة صحيحة 30 نوطة مبين جداً حسين السكور لمدرسة أمجاد 110 أمجاد الدولية القاهرة 185 الخصوص الأليوية أفضل لاعب في ماتش النهاردة يوسف أحمد 75 نوطة وبكده يبقى إجمال النقط اللي حصل عليها طلابنا في حلقة النهاردة 295 نقطة وكل نقطة بخمس تلاف جنيه بما يزاوي مليون وربعمية خمسة وسبعين ألف جنيه ويبقى مجموع المبلغ من أول حلقة لحد دلوقتي 13 مليون وربعمية خمسة وتمانين ألف جنيه من البنك الأهلي للمشاركة في النهوط والمنظومة التعليمية في مصر الخصوص ألف أبلوك إلى دور التمانية أرد لك من أداسة أمجاد الدولية وإلى اللقاء وحلقة جديدة مع العباطرة هذا البرنامج برعاية